حياء حملة المرشح جو بايدن من قبل قيادات الحزب الديمقراطي أثمرت فوزه بفارق كبير على منافسه بيرني ساندرز في وقت أضافت الحملات الدعائية المناهضة له زخما لصالح جو بايدن وقد أضحى الصباق الرئاسي محصورا بينهما لمنافسة الرئيس دونالد ترامب الذي كان يستعد لمواجهة ساندرز كنت على يقين بأن السباق الرئاسي سيكون بيني وبين ساندرز باعتبار أنه يمتلك قاعدة شعبية واسعة رغم أنها أصغر من قاعدة الجماهيرية إرجاء تأييد إليزابيث وارن التي تنتمي إلى التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي للمرشحين إلى وقت لاحق من شأنه أن يصب في مصلحة بايدن كرمز للمؤسسة التقليدية فيما ساندرز رحب منضمام مؤيدي وارن لحملته أتوجه إلى مؤيدي السيناتور وارن وهم بالملايين بأن الباب مفتوح لتعزيز التيار التقدمي في مواجهة أخطر رئيس أمريكي في العصر الحديد أنا على أثقة أنه باستطاعتنا الفوز إذا حشدنا قوتنا معا وتتركز حملات المرشحين على ولاية ميشيغان التي ستشهد الجولة المقبلة من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأسبوع المقبل ثم في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا التي لهم حصص وازنة في عدد المندوبين هناك من يعتبر أن الزخمة الذي حصل عليه بايدن قد يوفر له ما يكفي من مندوبين في الولايات المتبقية يوصله إلى الرقم السحري المطلوب للترشح قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في تموز يوليو المقبل محمد كريم واشنطن الميادين